جهود للرأب الصدع بين الأطراف الليبية والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية مهمة أخذت مصر على عاتقها تحقيقها على أرض الواقع وهي جهود تؤدي إلى رفع حظر توريد السلاح إلى ليبيا وترجيح ميزان معركة الإرهاب لصالح المؤسسات الوطنية بدلا من الميليشيات والجماعات المتطرفة نتابع المزيد في هذا التقرير قبل عامين من الآن وقعت الأطراف الليبية من خلال ممثلين عن مجلس النواب والمؤتمر الوطني اتفاق الصخيرات تمهيدا لإطلاق حوار سياسي يمهد لرأب الصدع وتعزيز قدرة المؤسسات على القيام بمهامها ومنها المؤسسة العسكرية التي عانت طويلا من الانقسام وجاءت عملية الكرامة بقيادة المشير خليفة حفتر للمشملي وتشكيل جيش الليبي وطني موحد تحت راية البلاد واستمد شرعيته من ممثل الشعب في مجلس النواب الجيش الوطني الليبي ومنذ أن أخذ على عاتقه مهمة تحرير البلاد من الجماعات الإرهابية وتطهيرها من الطيارات المسلحة التي استغلت الوضع السياسي الراهن لسيطرة على مقدرات الشعب الليبي نجح بشكل كبير في تحقيق أهدافه بينما وقف مجلس الأمن حائلا دون توريد السلاح إليه منذ عام 2011 القيارة المصرية من جهتها قارت حراقا واسعا داخل المحافل الدولية لرفع الحظر المفروض على توريد السلاح إلى ليبيا خاصة أن مجلس الأمن أقرب انتشار تنظيم داعش في مدن الساحل الليبي ما يحكس حجم التهديد الذي تواجهه دول شمال إفريقيا وجنوب أوروبا ولهذا الغرض عملت مصر في الفترة الماضية على توحيد المؤسسة الوطنية الليبية كشرط أساسي لإبطار قرار حظر توريد السلاح الأمر الذي عيده الجانب الروسي الذي أعلن استعداده لتسليح الجيش الليبي عقب تحقيق هذا الشرط رفع القيود المفروضة على توريد السلاح للجيش الليبي ركيزة أساسية للقضاء على خطر الإرهاب في ليبيا خاصة أن القرار لم يمنع بشكل حاسم وصول السلاح بطرق غير شرعية إلى تنظيمات إرهابية تسعى إلى العبث بمقدرات الشعب الليبي كما أن رفع حظر السلاح بيد الدولة يمهد لعملية سياسية على أرضية صلبة تكتاز بها ليبيا سنوات من التشرضم السياسية فهل يستجيب المجتمع الدولي لمطالب مساندة الجيش الوطني الليبي في حربه أم يستمر في الوقوف عاجزا أمام الوضع المعقد في ليبيا